اول ما بتفكر تميز عنصري بتفتكر النازيين وقتلون اليهود وتفتكر عنصرية الارقية للاشخاص اللي بشرتهم صودة في امريكا بس قبل ما تفكيرك يوديك لمعيد خلينا اسألك سؤال مهم هل انت عنصري وعلاقة محمد صلاح بالعنصري اهلا بكم في حلقة جديدة مع سامي رز تخيل كده انك مسافر بعربيتك وعدت في نص الطريق بدأت تبص على اقرب ميكانيكي عشان يصلاح لك العربية لقيت بنت في وشك هي لشغالة ميكانيكي سيارات استنى بس انت بتهزر لا بتكلم جد ايه اول حاجة هتيجي على بالك ايه اللي شغل بنت في شغلانة زي كده طيب دي ما اسمعاش عنصريا لكن اسمها بريديوديس او حكمه مسبق انت عن غير وعي قلت ايه اللي شغالة شغلانة زي كده لان من النادر انك تشوف حاجة زي كده او ما شفتوش قبل كده فازاي هتصق فيها لكن لما يتحول الحكم ده لفعل كده بدأنا في العنصرية او التمييز العنصري يعني مثلا انت لو كحكم مسبق مقتنع ان البنات مش بتوع شغل فهتبقى زي هقال لو اشتغلت معهم لكن لو رفضت تعيينهم في وظيفة او انك تشتغل معهم كده انت بدأت في العنصرية النوع ده من افكار انت بتشربها زي السفنجة ما بتشرب المياه من الثقافة اللي انت عايش فيها بما يسمى بالكالتر ثوري او نظرية الثقافة البنات مش بتعرض السوق الرجالة دماغهم ناشفة الستات نيكادية وبلا بلا بلا الثقافة ممكن تخلينا عنصريين بس ده ما يجيش حاجة جنب العنصرية اللي كانت بتحصل في امريكا بعد اعلان تحرير العبيد كاعلان رئاسي اصدره الرئيس ابراهام لينكون في 1 يناير 1863 الاشخاص اللي بشرطهم سعودة في امريكا كانوا منتظرين تغيير في معاملة الموطنين ليهم خلاص بقى هم بقى احرار لكن للأسف مش ده اللي حصل تمييز العنصري كان واضح جدا في القانون ومعاملة الناس ليهم ما كانش اليوم الحق في التعليم او في دخول المكتبات العامة الكنيس كانت مفصولة عنصريا وما ينفعش عضو في الاماكن العامة زي المطاعم لانه مخالف القانون بعد اعتصامات كتير وقتل وخينات في 28 اغسطس 1963 حصرت مسيرة واشنطن بقيادة مارتن لوثر كينج للمساواة العرقية حقيقة من اعظم المسارات الحرية وحضر فيها 350 الف شخص ويقف مارتن قدام الجميع ويقول واحدة من افضل الخطابات في التاريخ انا عندي حلم ان اطفال الاربعة يوما ما يقدروا يعيشوا مع بعض في بلد واحدة ما يتحكمش عليهم من لون بشرتهم لكن بمضمون شخصيتهم فقط للاسف حتى يومنا هذا لازال في عنصرية ضد السود هناك في امريكا في 2014 احد الزباط ضرب نارة على مايكل براون احد الشباب وهيئة المحالفين رفضت توجيه التهمة على الزابط بسبب الريس كونفلكت او عدم المساواة العرقية لان الزابط بشرته بيضع والشاب من عرق تاني وفي تقرير لسي ان ان بيوضح ان الرجال بشرتهم سودع اكتر عرضة بنسبة 3 اضعاف للقتل من الزباط بسبب بشرتهم المختلفة ده غير بعدم المساواة في الدخل والمعاشات والتوظيف والتعليم وكل ده في 2014 مش مش زمن يعني بس اتخيل ان العنصرية من قتل شخص واحد عشان بشرته ممكن توصل لابادات جماعية في 1950 بعد الحرب العالمية التانية علم النفس البولندي ثيودور ادورنو كتب كتاب اسمه ده authoritarian personality او الشخص الاستبدادي كان تركيز الكتاب عن النازيين بقيادة هتلر بيوضح في الكتاب ان الشخص الاستبدادي بيفضل المجموع العرقية بتاعته زي في حالتهم النازيين وعندهم هوس بالسلطة وبيميل انه يصنف الناس باحنا وهم وان مجموعته اعلى شأنا ومقامة من اي حد تاني يعني النازيين كان عندهم انتسيميتزم او اللاسمية واللي عبارة عن عنصرية ضد اليهود وعلى حسب المؤرخ ريتشارد ايفانس مات بسببها من خمسة لستة مليون يهودي الموضوع مش متوقف بس على النازيين تعال نلقي نظرة على جمهورية يوغوسلافيا اللي كانت مكونة من خمس دول وفي التمانينات بسبب مشاكل سياسية واقتصادية انقسمت الخمس دول لكن ياريت الموضوع كانت توقف لغاية الانقسام في ستة ابريل 1992 حصلت حرب على البوسنيا واحدة من الدول الخامسة الحرب عادت اربع سنين من 92 ل95 مات فيها مئة الف شخص بسبب الانصرية العرقية اللي كانت موجودة بين البلاد لكن اسوأ حاجة حصلت بالحرب اما في بوسنيا جمعوا تمنتلاف شخص مسلم وعملوا ابادة جماعية يموتوهم كلهم مرة واحدة فواحد من اكبر اسباب الانصرية هو وجود الاشخاص الاستبدادية دي ده غير ان العنصرية ممكن يكون سببها او نظرية كابش الفدة ان حد يلوم شخص تاني بسبب فشل وعشان يعيش دور الضحية اللاجئين هم السبب في اننا مش لقين شغل او شوفي عام الاختصاد العالمي وعيز زي عشان كده احنا فقرة المشكلة مش فيه لا المشكلة في البلد في الحكومة في اي حاجة تانية غير انا ودي وسيلة عشان الشخص يحس ان هو ضحية وان اللاجئين مش عليه هو دايما بيلوم غيره عشان يشيل من على اكتافه الشعور بالزنب او الندم والنظرية دي من اكتر اسباب الكراهية والتعاصل اللي بتحصل في امريكا واوروبا تجاه استقبال اللاجئين عندهم العنصرية ممكن تبقى على شكل عالمي زي النازيين او زي اللي حصل في جوسلافيا او زي انقسام كوريا الكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بس ده ما يمنعش ان كل واحد فينا ممكن يبقى عنصري لعرق او لدين او حتى فريق كورا اللي بشجعه فممكن نحاول نبص للاشياء بمنظور مختلف المصورة انجليكا داس عندها اعتقاد كامل ان مفيش وجود لاب يد وسود انجليكا قعدت 6 سنين بتعمل تطابق الدرجات اللونية لبشرة الاف الاشخاص مع الدرجات اللونية في بطاقات الالوان وكان الهدف من المشروع ده ان التصنيفات الارقية مش حقيقية مفيش شخص بشرته بيضة وشخص بشرته سودة في تدرجات الوان قبل ما ترفع ايدك باتهام حد بالعنصرية بص على نفسك وشوف هل انت كده ولا لا بص على واحد زي محمد صلاحي اللي قدر بمجهوده واحترامه انه يغير من نظرة الدورة الانجليزية ليه واللي العلم يعني الدورة الانجليزية او البريطانيين في المملكة المتحدة عندهم انتيارب واسلاموفوبيا عندهم كره فضيع للإسلام والعرب وهو بأخلاقه واكتهاده قدر انه يغير نظرة الناس دي ليه يا رجل ده بقى بيغنوله مو صلاح احنا نقدر مش بس ما نبقاش عنصريين لكن نقدر كمان نغير من نظرة الناس العنصرية بأخلاقنا ومجهودنا ايوه احنا نقدر الفيديو ده مشاركة في مسابة اليوتيوبرز من موقع بودكاست ترابيا اعجبكم الفيديو ساعدوني باللايك والشير عشان هيفرقوا معايا جدا شكرا ليكم وسلام